أهلا بكم أحبائي المشاهدين والمشاهدات من متابعي ومتابعات برنامج أخوال النبوة برحب حضراتكم وحضراتكونا برحب كل أخوات المشاهدين والمشاهدات في بداية هذه الحلقة الجديدة وبنكمل مع بعض دراسة نص يعتبر على فكرة النص اللي هندرسه النهاردة يعني النهاردة هندرس في دانيال 11 آية 38 و39 على الأقل يعني لو لم تكن النص كله فعلى الآن للآية 39 دي تعتبر أشهر لغز من الألغاز النبوية في الكتاب المقدس فعلا يعني وهو الموضوع مش صعوبة ولكن هو لغز نبوي وده شيء عادي جدا بالنسبة لآيات نبوية مطلوب من إحنا نعرف هذا النص وإحنا ندرسه ولكن بلا شك تتميم النبوة هو خير توضيح لمعنى النبوة بكل دقة تبدأ عنه مع بعض نروح مباشرة للآية 38 اللي احنا وقفنا الحلقة اللي فاتت عند الآية 37 يقول الروح القدس عن النبي الكذاب عن الوحش التاني النبي الكذاب يقول عنه ويكرم إله الحصون في مكانه وإلها لم تعرفه آباءه يكرمه بالذهب والفضة وبالحجارة الكريمة وبالنفائس أو النفائس ده دانيال 11 الآية 38 لما رح القدس يقول ويكرم إله الحصون في مكانه أول سؤال طبعا من هو إله الحصون ده اللي النبي الكذاب هيكرمه ومدام هيكرمه يعني هيعتارد به إلها دي مش عايزة كلام دي واحدة من أكتر القضايا غموضا في الكتاب المقدس عبر التاريخ ومن النادر أن احنا نلاقي فيه إجماعة وفيه عدد من المفسرين متفقين مع اللي جابة على السؤال ده مين هو إله الحصون مبدئيا بنقول أنه لا يمكن ما ينفعش يبقى إله الحصون ده أي إله معروف على الكرة الأرضية ما ينفعش يبقى إله وسني ما ينفعش يبقى إله من ألهة اليونان ولا الرومان ولا الفينقين ما ينفعش أنه يبقى جوبيتر زي ما بيقول البعض ده إله من ألهة الأوسان اليونان أو الإله مارس إله الحروب أو الإله هيركليز إله القوة أو أي إله آخر ما ينفعش وليه الكلام ده ما ينفعش بمنتهى البساطة لأن اللغة ما تنفعش تنطبق على إله من ألهة الأوسان والنقطة التانية والأهم إنك لو قلت أي رأي زي كده لو أنت فتكرت إن الآية هنا بكلم عن أي إله معروف أي إله معروف على الأرض ده يبقى ضد الآيات اللي إحنا درسناها قبل كده في نفس الإصحاء في نفس الفقرة الآية 36 والآية 37 مكتوب عن النبي الكذاب لازم نكون عارفين بقى ما نفصلش الآيات عن بعض سبق ودرسنا عنه أنه سوف يرتفع ويتعظم على كل إله إذا كانت كل إله هو هيحتقر كل الآلهة سواء يهو الإله الحقيقي أو حتى أي إله وسني مزيف وبكل إله لا يبالي طب إزاي يتعظم ويرتفع ولا يبالي بكل الآلهة دي وبعدين يأخذ واحد منهم آه ويكرمه طبعا ده أكيد مش هو ده المطلوب لازم هو بيعمل نبي الكذاب هينضف العالم من كل الآلهة يعني هيزيل كل الآلهة وسلطان كل الآلهة في الأرض وبعد كده بقى فيه إله معين بيتسمى هنا إله الحصول وهذا الإله لا يعرفه آباء النبي الكذاب يعني آباء النبي الكذاب اللي هم مين اللي هم اليهود وطبعا اليهود عبر التاريخ عرفوا آلهة اليونان والرومان والمصريين والفينيقيين وفي أحيان كتير كمان عبدوها وخضعوا لها وكرموها ودي حاجة معروفة لأي حد بيقرأ الكتاب المقدس حتى قراءة سطحيا يكرموا إله الحصون كلمة إله الحصون طبعا إذن هل هو إله وسني لا هو مش إله أيا كنت حضرتك شايف أن في إله معين في ناس بتعبدوا على الأرض وتقول آه ده أكيد هو لا مش هو ده حاجة جديدة الحاجة التانية كمان مش بس الآلهة لكن ممكن بعض الناس فسروا كلمة إله الحصون ده إنه هو إله القوة أو إله الحروب لا طبعا برضو ده ممشيش يعني ترجمة كينج جيمس للأسف رغم لها ترجمة مهمة والترجمة العربية مشي وراء ترجمة الملك جيمس كينج جيمس بس نشكر ربنا المترجم العربي في الآية دي ممشيش وراء الملك جيمس ليه؟ لأن ترجمة الملك جيمس في الآية دي بتقول إله القوة القوة فهو هيعبد القوة طبعا لا الكلام ده مش صحيح نص الآية ما بيتماشاش مع هذا المعنى أو هذا الكلام كلمة إله والضمير في مكانه كل دي حاجات يعني إيه؟ محتاجة يبقى فيه إله إنسان إله يعني إله إله كيان جديد سوف يوجد وإحنا درسنا طبعا اللي درس معنا لسلسل الحالات يبدأ يفكر آه يبقى مين مين اللي هيعبده النبي الكذاب مين اللي هيروج عبادته مين اللي سوف يتبعه كخادم زليل وخاضع ليه آه طبعا هو الوحش الأول ولكن آه أنا همتكلم بس نروح لكلمة الحصون دي لأنها دي كلمة مهمة جدا آه ماوزيم ماوزيم وترجمات كتير على فكرة ما ترجمتش الكلمة دي يعني العربي كلمة إله الحصون ترجم كلمة بالعبري إلى كلمة الحصون إيه الكلمة اللي بالعبري دي؟ ماوزيم ومفردها إيه؟ ماوز ماوز آه كان الأصول ما تترجمش لأن المترجم لما ترجمها بكلمة الحصون معناه إنه هو حب يحط لنا تفسير للآية لأ كان الأصول الكلمة دي بالذات الأصول ما تترجمش تفضل كده إله المعوزيم أو إله المعوز أو الترجمة السبعينية اللي تعملت قبل السيد المسيح ما يتجسد عملت كده ما ترجمتهاش والقدس جيروم في ترجمة الفولجاتا عمل كده وحتى الفولجاتا اللي بالإنجليزي اللي هي الديوري ريمز بايبل أما هي أحطها على الشاشة كتبت إيه كتبت The God Mاؤزيم In His Place إله المعوزيم معوزيم ده جمع كلمة معوز وتعالوا مع بعض بقى وعلى فكرة ترجمات كتيرة ترجمات كتيرة عبر العصور الترجمة الكاتوليتية عملت كده بالإنجليزي طبعا The God Mاؤزيم كتبتها كده تعالوا بقى نروح مع بعض عشان ندرس كلمة معوز دي إله المعوز يبقى أول حاجة هنتفع على بعض انسوا بقى التفسيرات اللي بتتقال إن ده هو جوبيتر ولا هيركليز ولا مارس ولا أي حد في الدنيا ولا الله ولا أي حد في الدنيا طيب ما لديه؟ ده اسمه إله المعوزيم أو المعوز كلمة معوزيم هي مفردها معوز ودرسناها وإحنا بندرس حسقيال 29 يعني اللي بيتابع من حضراتكم معينا برنامج أقوال النبوة وإحنا بندرس النبوة على مصر بحسب حسقيال 29 وفي الحلقة المشهورة بتاعة النبوة على سين حصن مصر درسنا كلمة معوز هي دي الكلمة دي فاكرين الروح القدس في حسقيال 3015 لما قال وأسكب غضبي على سين حصن مصر ساعتها درسنا كلمة حصن وقلنا كلمة حصن دي يعني معوز اللي هي جد بالعبري معوز والكلمة دي معناها أي حاجة الإنسان يلجأ فيها ويحتمي إليها لو حضراتكم فاكرين القلاع الحصون المعاقل بس مش لازم تبقى الحصون يعني خطورة الترجمة العربية إنها رميت لكلمة تفسيرية لما يقول لي إله الحصون نبدأ نفكر بقى في الحصون في القلاع في المدن الحصينة ومفسرين كتير عملوا كده غزبا عنهم لأنهم مش ورى النص العربي لكن في الحقيقة كلمة معوز جاية من كلمة أوز وأوز معناها يلجأ واحد بيلجأ لحد أو بيلجأ لحاجة لو لجأ لحاجة يبقى الحاجة دي حصن لو لجأ لحد يبقى الحد دوه هو كشخص ملجأ وهكذا واستخدمت كده في الكتاب المقدس كتير جدا تنفع تنطبق على مبنى وعلى مدينة وعلى قلعة وعلى إنسان وزي ما قلت لحضراتكم في اللغة العبرية حتى الحاجة اللي بيلبسها الخوزة للإنسان بيلبسها على دماغه دي اسمها إيه بالعبرة؟ اسمها معوز برضو لأنها لأنها بتحمي رازه إذن كل حاجة أنا بلجأ لها علشان أحمي نفسي هي معوز وربنا في سفر الشعية كان بيتكلم عن فرعون مصر أنه فرعون نفسه أنه صار معوزا فشعية تلاتين أعتقد بالعربي مكتوبة حصن فرعون ويلون الذين يذهبون لينزلوا إلى مصر ويلتجئوا إلى حصن فرعون ويحتموا بزل مصر فشعية تلاتين الترجمة العبري العبري مش حصن فرعون مش الحصن بتاع فرعون فرعون نفسه كان حصنا لشعب الله في القديم ودي كانت خطية عظيمة إذن إله المعوز معناها إله الملجأ إله الملجأ يعني بدأت الأمور توضح شوية مش كده أعتقد يعني أو اللي بيديني قوة على فكرة مش بس بيحني وبيدي قوة مكتوب في دانيال 11 في أول دانيال 11 في الآية الأولى في نفس الإصحاح تم استخدام نفس الكلمة معوز برضو اللي ترجمت هنا حصون استخدمناها للدور اللي بيقوم بي الملاك بجوار الملك داريوس الملاك بيقول لدانيال إيه في بداية الإصحاح وأنا في السنة الأولى لداريوس ده الملاك بيحكي لدانيال بيقول له أنا بقى في السنة الأولى لداريوس المادي كان جاي جديد بقى كده والدنيا مقلوبة حواليه وقفت لأشدده وأقويه إيه كلمة أقوي دي خلي بالكم في نفس الإصحاح في دانيال 11 في أول عدد الملاك بيقول أنه وقف جنب داريوس علشان يقويه ارجع بقى للعبري هي المعوز هي نفس الكلمة اللي اترجمت في عدد 38 الى الحصون اه اقويه الاله اللي بيقويني ده بيقوي ناب الكذاب فهو هيكرم الاله الحصون يعني هيكرم الاله اللي هيقويه زي ما الملاك في نفس الاصحاح كان بيقوي داريوس او انه يهمي او الاله اللي يصبح لمعوز الناب الكذاب كملك على اسرائيل ده هيبقى هو كشخص شخص ضعيف ده رجل دين في الاصل ولكن سوف يلجأ الى شخص معين هنا بقى نوق نفهم مش ان هو هيروح يفتح مدن حصينة وقلع لا 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 ده هو هيكرم شخص معين هذا الشخص هيعتبره الها وهذا الشخص هيعمل ايه للناب الكذاب هيحميه هيتواجد في ظله وهيكون مطمئن ولن يخاف لانه هيعتمد على هذا الشخص من هو هذا الشخص طبعا احنا نقدر نجاوب نقول هذا الشخص هو الوحش الاول ضد المسيح اذا نميقول يكرم اله الحصون يعني يكرم الاله اللي بيحتمي به اللي بيقويه فيه اله في روما في المملكة الرومانية العائدة للحياة والاتحاد الاوروبي الحديث الجديد اللي هيكون هو هيبى مصدر القوة والحماية لملك اسرائيل في تلك الايام وبالتالي ملك اسرائيل في تلك الايام سوف يكرم هذا الاله المزيف هيكرم الاله الذي يعتبر بالنسبة له مصدر كل التجديدات والتقويات والذي يعتمد عليه والذي 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 طبعا هروح معاكو كمان لكلمة يكرم نخلي بالنا من كلمة يكرم دي يبعنا كده فكنا اول لغز كلمة المعوذ معناها الملكة معناها يكرم الاله اللي هيقويه وهيشدده وهيحميه كمان طب يعني كلمة يكرم اصلي كلمة يكرم في اللغة العربية فيها معنى الكرامة والمجد ولكن في اللغة العنبية كبد كبد يعني حرفيا طبعا كبد يعني بيتقل زمان لما كان واحد عايز يكرم التاني يدي له مثلا وزنتين فضة فالراجل يبقى ماشي شايل حاجة تقيلة فالكلمة ايه يقولك انا هتقلك يعني ايه هتقلك يعني هكرمك يعني هتدي لك فضة انا بشرح لكم طبعا تاريخ الكلمة يعني فكلمة يكرم كبد يعني تسقل وبتستخدم بكده يعني يعني مثلا موجود في صمويل اول خمسة يتكلم عن ربنا يقول فتسقلت يد الرب على الاشدوديين تسقلت اه دي هنا بقى مش فلوس معناها ايد ربنا كانت تقيل عليهم يعني كان بيعقبهم او مثلا في تكوين 48 ابونا يعقوب اسرائيل يعني سقلت عينيه من الشيخوخة فاصبح لا يبصر يعني عينيه تقلت مش قادر يفتحها وعميه اه كلمة تقلت هنا كبد ايه اذن كلمة الكبد يعني بيتقل بس الكلمة معناها ايه 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 ابرام كان غاني جدا مكتوب عنه في تكوين 13 كان كبد يعني يقول لنا نفس الاية تقول كان سقيلا جدا بالمواشي والفضة والذهب يعني يعني بيتديله بيتديله ربنا اديله كتير بالدرجة انه كانش قادر يشيل ويتحكم في المواشي والفضة والذهب ايه المهم نروح مباشرة الى يكرم اله الحصون فيما كان معناها ان هو مش هيبخل عليه بحاجة يعني النبي الكذاب مش في المقابل وزي ما هنشوف دلوقتي الاية بتوضح كده برضو مش هيبخل ودي مصيبة في حادثاتها لان هنشوف اخطر حاجة مش هيبخل عليها ايه حاجة محدش زعيم مهما كان شرير يهودي عبر التاريخ ادري يقرب منها هذا النبي الكذاب الملك القادم لاسرائيل هيقرب منها ويعملها وهندرسها حالا دلوقتي طيب المقصود هنا ان النبي الكذاب ملك اسرائيل لن يدخل باي شيء على الوحش الاول حتى الممنوعات دايما هنشوف دلوقتي طيب عندي بقى كلمة كده صعبة ومعظم المفسرين بيحاولوا ايه كأنها مش موجودة يقول لنا يروح القدس ويكرموا انه النبي الكذاب هيكرموا اله الحصون الوحش الاول في مكانه يعني في مكانه يعني حضرتك لو بتقرأ وبتشوف اللغة يعني دي جملة كلمتين في مكانه كلمتين زيادة يعني ايه في مكانه هيكرمه وخلاص ايه الفرق احيانا بتبقى فيه اضافة بالمفعول به زي ما هنا هنشوف هنا بعد شوية لما قال هيكرمه بالفضة هندرس الكلام ده طبعا تبقى هنا الاضافة بتاعت بالفضة والذهب وا 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 دي اضافات مهمة وطبيعية في اللغة لكن يكرمه في مكانه طب يعني ايه للجملة تبدو وكأن تعبير في مكانه يبدو وكأنه تعبير زائد وغير لائق بسياق الآية علشان كده ننتبه احنا بقى يعني ممكن مثلا الناس قعداء الكتاب يقولك الكلمتين دول ما لقومش لازمة وما ضفوش حاجة وعطلوا المعنى احنا نقولهم لا ده الكلام ده في السياغات العادية لكن لما نبقى نتكلم عن نبوة فحاجة زي دي نقف بقى ونقف نشوف النبوة الروح القدس عايز يقولينا حاجة مهمة جدا الروح القدس بيستخدم اللغة بأقصى درجات الاستخدام عشان يوضح لنا معاني نبوية وليس معاني لغوية طيب ايه بقى موضوع موضع الإكرام في مكانه طيب انت هنروح للجملة لغوية من الأول في مكانه في العبري كن في الكن بمعناها انا عايز يعني انا عارف ان احنا هحاول بقدر امكان قبل ما ناخد فاصل قصير عايز دي فيه منتها هذه كلمة من اخطر الكلمات النبوية في الكتاب المقدس وكان لازم تتحط بالطريقة دي اللي فيها غمود لانها بتكشف لليهود عن مصيبة هقول لكم ايه كلمة كن دي دي القعدة اللي الانسان بيستند اليها علشان يبقى ليه دور في الحياة مثلا انا انا ما همش معكم خطوة خطوة يعني القعدة اللي الشخص بيجلس فيها فيبقى ليه مكانه مكانه عارفين احيانا بيترجموها لإيه للقعدة او للمقام المقام طب هديكم امثلة علشان الكلمة صعبة فعلا في تكوين اربعين يوسف وبيفسر الحلم لرئيس السقاة تعرفين رئيس السقاة دا دا كان ساق الملك يعني كان ليه مكان داخل اصر الملك مش الملك هيقعد يدور ويدوس على الجرس ويقول له هاتلي كباية مية يا ابن لا 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 دا فيه كرسي كده معين حوالين العرش الكرسي دا محدش يقدر يلمسه دا بتاع الراجل دا الوحده ليه لو الملك عطش فورا هذا الانسان يقدم للملك الكأس الذي يخلو من السم بالكامل فاذن له مكان له موضع لكرسي والكرسي دا بيرتبط بوظيفة خلي بالكم بقى في دور ومكان في نفس الوقت فيوسف الصديق بيقول لرئيس السقاة في تلات ايام يعني بعد تلات ايام في خلال تلات ايام يرفع فرعون رأسك يعني الفرعون دا هيجعلك ليك مكانة كبيرة المهم ويردك هخلي بالكم بقى الى مقامك اه هو دا المقام دا على فكرة الكلمة هنا كان دي كان دي ما جاتش مش بمعنى المكان العادي لا دي فيه كلمة تانية وانا مش عايز ضيع وقتكم في العبر كتير ولكن دي كلمة خاصة مكان له نفوذ يعني هيردك ايها رئيس السقاة ايه لا فرعون سوف يردك الى المكان بتاعك اللي لو انت تواجدت فيه اصبح لك شأن عظيم جدا مرتبط بهذا الموضع فهو موضع ومقام في نفس الوقت عشان كده الترجمناها بالعربي الى ايه مش مكانك يردك الى ايه مقامك في تكوين 40 فاذا هو مكان له له ايه له معنى له معنى الكلمة العبرية كلم زي ما جات في الاية هنا تعبير له دلالة ليه لان في سياق دانيال 11 38 الكنو او في مكانك بيشير الى مقام حاجة معينة الوحش الاول هيتواجد فيها يعني ممكن نقول مثلا كرسي معين او مكان معين هيجلس فيه الوحش وعلى فكرة كلمة يجلس دي انا هقصتها فاول ما هيجلس بسبب جلوسه في هذا المكان سوف يصير له دور مختلف وجديد دور بيتوقف على المكان او بيرتبط رمزيا بهذا المكان هو عرش عارفين اللي يعود على عرش المملكة يبقى هو الملك فهو مكان بيرمز الى مكانه الى دور طبعا احنا عارفين الوحش الاول سوف يجلس فيه مكان ما في لحظة معينة وهذا المكان بيغضع بقوة لسلطان المباشر بلمين لملك اسرائيل للنبي الكذاب وهذا المكان هو ايه طبعا الهيكل او قدس الاقداس في الهيكل اعتقد ان المقصود هنا في دنيال 11 38 بكلمة في مكانه في مكان الوحش الاول انه الهيكل او قدس الاقداس وعندي تفاصيل اضافية هؤلاء عن نفس الكلمة ولكن هستأذن حضراتكم في فاصل قصير واكمل معي حضراتكم بعد الفاصل اهلا بكم احبائي المشاهدين والمشاهدات في بعد الفاصل وكنا بندرس تعبير في مكانه ان النبي الكذاب سيكرم او الوحش التاني سيكرم الوحش الاول ضد المسيح الملك الروماني السياسي في مكانه ده ينطبق مع نبوة الروح القدس في العقد الجديد على لسان بولس الرسول في تسالونيك التانية تسالونيك التانية واضحة جدا وبيتكلم عن بولس الرسول في تسالونيك التانية ساعة اثنين عن الوحش الاول اللي هو ضد المسيح اللي هو السياسي بيسميه المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا تمام نفس المنظومة الوحدة حتى أنه يجلس آه خلي بالكم من الفعل يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله 9 سالونيك الثانية 2-4 ده في منطقة الخطورة طبعا ده للإعلان لنا إحنا النبوة وطحة قوي يعني في الروح القدس في العائد الجديد الروح القدس يتكلمنا عننا يعني النبوة وطحة بنسبة 80% أن النبي الكذاب سوف يدعم أو يساعد الوحش الأول السياسي ضد المسيح أن يجلس في هيكل الله في ورشاليم ويعلن نفسه أنه إله لكن في العائد القديم بها كانت نفس الفكرة بس ببعض الغموض أن النبي الكذاب سوف يكرم هذا الوحش الأول ويجعله إلها وسوف في مكانه أو الموضع اللي هيجلس فيه خليب لكم من الفعل يجلس طيب نرجع تاني لدنيال 11 يقول في مكانه كن وكلمة كن دي معناها الحاجة الواحد أهدي حضراتكم مثال مشهور جدا شرحوا لي واحد من الناس علماء اللغة العبرية وهو بيشرح لي كلمة كندي يعني بيقول لي وعلى فكرة اللي بيقال له ده صح تماما وحاجة كده معلومة في منتقى الخطورة للأسف إحنا في اللغة العربية لا ندركها على الإطلاق لو درست حضرتك في العهد القديم الهيكل الهيكل كان فيه كان فيه قطع أثاس فخمة جدا من ضمن القطع دي حاجتين المنارة الزهبية اللي حاضرك شايفها على الشاشة دي والمرحضة النحاسية اللي حاضرتك شايفها على الشاشة طبعا هديك شايف الفرق بالتنين المنارة طويلة جدا ممكن كانت توصل لتنين متر وأكتر كمان بل إنها بدون القاعدة كانت متر حاجة وستين سن توصل لتنين متر عالية أعلى من قامة أعلى إنسان أطول إنسان طيب والمرحضة الأدواطية جدا لأن كان لازم يميل يخسل فيها رجله الكهنة أو رئيس الكهنة قبل ما يدخل المسكن أو القدس أو القدس الأخداس كان بيعمل حاجة فيها تطهير بالمية يخسل إيديه وأقدامه إذن عندي حاجة طويلة جدا وعندي حاجة قصيرة جدا والتنين في الخيمة أو في الهيكل تمام كده تمام لما حضرتك تدرس المنارة أو تدرس المرحضة هتعرف باللغة العربية بتاعتنا إن الاتنين لهم قواعد يعني دي لها قاعدة ودي لها قاعدة المنارة مثلا مكتوب عنها إيه يقول ربنا بيقول لموسى وتصنع منارة من ذهب نقي عمل الخراطة اعمل المنارة مخروطة قاعدتها قاعدتها وساقها وكاساتها وعجرها وأظهروا دي حاجات في المنارة منارة دي كانت مليانة تفاصيل يعني دي كلام ده موجود اعملها كلها من الذهب الكلام ده موجود في خروق 25 يبايزا المنارة لو حضرتك شايفها دي شايف إيه اللي تحت ده ده اسمها إيه القاعدة القاعدة طيب جميل جدا نروح بقى ليه المرحضة المرحضة بقى اللي هي القصيرة قوي نفس الكلام قال ربنا لموسى إيه وتصنع كمان مرحضة منه حاس المرحضة دي قصيرة يعني يعني تقريبا ما كانتش بتوصل أكتر من 30 سنتي مش 2 متر وشوية 30 سنتي يعني تقريبا بما يقارب 10% يعني المنارة أطول من المرحضة يعني تقريبا حوالي 9 مرات طيب بحسب تقديرات التراح والمفسرين المرحضة دي بقى يقولك برضو وقاعدتها من نحاس للاغتسال لازم تبقى قاعدة على الأرض ومستقرة علشان نقدر نغتسل فيها بسهولة وتجعلها بين خيمة الاجتماع والمسبح تيجي واحد يقول لي آه المنارة لها قاعدة والمرحضة لها قاعدة ده بالنسبة لنا احنا للأسف في اللغة العربية لكن لو حضرتك بتدرس كتاب المقدس بالعبري لا دي مش دي خالص على الإطلاق كل الترجمات مما فيهم العربي دي قاعدة ودي قاعدة ويريح نفسه لأن الفكرة صعبة ايه بقى الفكرة المنارة لما قال قاعدتها في سفر الخروج خمسة وعشرين واثنين وثلاثين أو واحد وثلاثين مش فاكر استخدم كلمة يارك يارك زي من كلمة ويرك يعني يارك واليارك هي القاعدة اللي حد بيقف عليها اليارك يارك دي كلمة بالعبري الترجمات ايه بالعربي قاعدة طيب المرحضة استخدم يارك بردو لا ما تنفعش ليه استخدم كلمة تانية استخدم ايه كن اللي احنا بنتكلم عنها هنا عن ضد المسيح أو النبي الكذاب ايه طب وده معنى ايه اخلي بالكم تجاوزا اللي انا هقوله ده تجاوزا ده اللي تشرح لي يعني وانا اعتقد ان الفكرة مقصودة كده فعلا الحاجة الطويلة اوي تقف على القاعدة لما يبعندي عمود طويل يقف على القاعدة بتاعته يقف على القاعدة بتاعته لكن الحاجة القصيرة اوي تقعد المنارة كانت وقفة على القاعدة منتصبة على القاعدة فالقاعدة هنا اللي الواحد بيقف عليها اسمها بالعبري يارك طيب القاعدة اللي الحد يقعد عليها وإلا تتلخلخ طيب كده ايه المرحضة جلسة على قاعدة اسمها ايه؟ اسمها كن وكن غير يورك خالص باللغة العبرية يعني كلمتين مختلفتين طب ده معناه ايه؟ معناه ان ده مش مكان هيقف في الوحش الاول بشموخ لا مش ده المقصود كان استخدم كلمة كريم ما استخدمش كلمة كن كان استخدم كلمة تانية مش كن ولكن يورك طب هو استخدم كن معناه يقعد ويستقر زي المرحضة ما قاعدة على الارض وهي قسيرة اذا الفعل فعلا فيه ايحاء بمعنى الجلوس لما يقول يكرم اله الحصون في مكانه فالمقصود ان هذا اله اله الحصون سوف يجلس ويستريح زي كده المرحضة المرحضة النحاسية طبعا للأسف الفرق بين كلمة يارك وكان ما يبنوش في العربي لان العربي جد دي قاعدة ودي قاعدة فاذا ما سيجلس عليه ضد المسيح هنا دي بقى لحظة النبي الكذاب هيجي ويقدي اول ما يجي ضد المسيح بقى ويروح ويروشاليم ويعود في الهيكل ويعلن نفسه انه الها بتخطيط وتدبير واخراج من ملك اسرائيل النبي الكذاب سوف يتقدم النبي الكذاب في تلك اللحظة لإكرامه بكل زي ما احنا نشوف دلوقتي بكل الكنوز اللي موجودة في أوروشاليم يقول وإلها لم تعرفه آباءه بالتأكيد عبادة الوحش ضد المسيح الوحش الأول ضد المسيح ستعتبر عبادة لم يعرفها اليهود عبر التاريخ رغم تاريخهم الطويل في العبادات المنحرفة وده نفس اللي تقال قبل كده في عدد 37 لأنه لا يبالي بآلهة آبائه بس خلي بالكم ان يهوى هو إله الآباء يعني الاصول يعني بيهوى هو إله الآباء رايح تجيب وعد مش إله الآباء بتوعك وتعمله يعني فالكتاب الروح النبوة لما كتب لما حبي فهمنا أنه إله مش إله الآباء أو إلها لم تعرفه آباء الملك ملك إسرائيل النبي الكذاب كان يقصد يقول لي ارجع بقى بزهنك إلى خروق ثلاثة ربنا لما ظهر لموسى وقال له أنا مين أنا يهوى إله آبائكم إله إبراهيم إله آبائكم ده يهوى يهوى هو إله الآباء إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب وقال له كده في نفس الإسحاح قال له لو سألوك مين الإله اللي بعتك يا موسى تقول لهم إيه؟ قل لهم الرب إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب ظهر لي وقال لي اعمل كذا وكذا وكذا كلم ده فيه خروق ثلاثة فطبعا فيه تضارب ضخم بين إله الآباء وبين الإله اللي ملوش أي جزور في الشعب وده اللي هيعمله النبي الكذاب يعني كده يقول يكرمه بالذهب والفضة وبالحجارة الكريمة والنفائس أنا هتوقف بس عند كلمة النفائس يعني الدهب هو الدهب والفضة هي الفضة والحجارة الكريمة هي الحجارة الكريمة كنوز تمام؟ لكن هقف عند كلمة النفائس طب النفائس دي إيه؟ حاجات من الدهب لأ ما الدهب موجودة طب حاجات من الفضة لأ ما الفضة موجودة طب حاجات من الألماظ واللأ ما هي دي الحجارة الكريمة طب إيه النفائس؟ النفائس حاجات مش غالية ذات قيمة مادية النفائس حاجات تفرح الكلمة العبرية خمد خمد بالعبري معناها حاجة بتشبع الرغبة وتشبع الشهوة وتؤدي إلى الاستمتاع بقال لكم الكلمة معناها كده يعني هو هيكرمه بكل ما هو ذهب وفضة كنوز وحجارة كريمة وكمان هيروق له عقله ويشبع له شهواته دي اللي الترجمت بالعربي إلى كلمة النفائس إشباع الرغبات وإشباع الشهوات مش بالتأكيد تبقى حاجات غالية كفلوس لأن الغالي خلاص الدهب والفضة والحجارة الكريمة لكنها حاجات مشتهاء اللي هيتمناه ضد المسيح الملك السياسي الأوروبي سوف يشبع به النبي الكذاب في المدينة المقدسة مدينة الملك داود وفي الهيكل المقدس أول مرة نسمع عن كلمة خمد دي لما ربنا أنبت كل شجرة شهية لما خلق ويقول الكتاب يقول كل شجرة شهية للنظر وجيدة لك شهية الواحد يبص لها كده تيتبسط شجرة شجرة مش غالية لكن لما تبص للشجرة دي تتبسط شهية للنظر في تكوين اتنين خمد وعلى فكرة إبليس استخدم نفس اللعبة لما حب إن هو يغدع الحواء وآدم فخلى الحواء رأت أن الشجرة اللي في وسط الجنة أنها جيدة للأكل وبهجة للعيون وشهية للنظر يعني شهية للنظر يا سلاة خمد الكلمة بتاعتنا دي إذن هي ربنا قريدي عايز يشبع شهوتنا قبل ما الشيطان يلعب بموضوع الخمد كان ربنا خلق أشجار جميلة ولكن إبليس عايز يخصص الشهوة في اتجاه معين للنجاسة ضد الوصية وده اللي عمله إبليس في تكوين ثلاثة وده الفرق بين كلمة خمد في تكوين اتنين ونفس الكلمة خمد في تكوين ثلاثة في تكوين اتنين ده إشباع الشهوة قانونا قالنا عايزنا نتبسط وعايزنا عيوننا تكون شبعانة في تكوين اتنين تسعة لكن إبليس باب ينحرف بهذه الغريزة في تكوين ثلاثة ستة واستخدم نفس الغريزة إيه المهم؟ طيب إيه اللي هيعمله النبي الكذاب مع الوحش الأول عشان يشبع غرائزه في أوروشاليم وربما في الهيكل للأسف النبوة لم تقل أكتر من الإشارة بكلمة اللي احنا بنترجمها بالعربي النفائس النفائس هنا هي إشباع الشهوات والرغبات مش معناها الحاجات القيمة بالفلوس طيب نروح للآية تسعة وتلاتين ودي أصعب كتير جدا ويفعلوا احنا قلنا هاول حاجة هاول بيكة هيكرم طبعا لما هيجي الملك السياسي إلى أوروشاليم عشان يعط في هيكل الله ويعلن نفسه أنه إله هنا بقى ضد النبي الكذاب هيروأ شخصية ضد المسيح وسوف يكرمه بكل الطرق وكل الإمكانيات ويفعلوا في الحصون الحصينة بإله غريب من يعرفه يزيده مجدا ويسلطهم على كثيرين ويقسم الأرض أجرة وكلام في نبوي فيه منتر الخطورة ودي الآية اللي كنت سبقت وقلت لحضراتكم أنه أحد الغاز النبوة في الكتاب المقدس هذه الآية تعبت المفسرين جدا وده أمر عادي ما يقلقناش ليه؟ لأن احنا عارفين أن هناك كنز نبوي في هذه الآية والنبوة يجب أن تكون غامضة ده قانون الله في النبوة بشكل عام المشكلة أصبحت صعبة في هذه الآية لأن المترجمين أحيانا حبوا يساعدون فوضحوا النص تفسيريا وده غلط المترجم يترجم للآية ويسيبها له ليش دعوا بيها؟ المفسر بقى يفسر زي ما هو عايز أنا أحاول أفسر حضرتك تحاول تفسري وهكذا ولكن المترجم مش من حقه أن يحط لي تفسير جوه النص للأسف هذه الآية كتير جدا من المترجمين حطوا فيهم آراءهم التفسيرية علشان كده مش هنقدر مستحيل تقدر تفهم الآية 11 39 من سفر دانيال بالذات إلا إذا رجعت تاني للنص العبري الأصلي يفعلوا في الحصون الحصينة بإله غريب خلي بالكم الحصون الحصينة دي مش هي هي إله الحصون ودي لغبطة تاني ولغبطة أنا مش عارف أفكها مع حضرتكو إزاي لأنه ممكن ألغبطكم أكتر في الآية 38 سمعنا إله الحصون والآية 39 بعدها الحصون الحصينة فالمنطق بيقول إيه إن كلمة الحصون اللي موجودة في الآية 38 هي نفسها الحصون اللي في الآية 39 بس تحطط لها صفة وهي الحصينة هذا الكلام غير دقيق والسبب وعلى فكرة أدى إلى إن ناس كتير بتفسر هذه الآية خطأ والسبب هو إيه أن المفسر ترجم كلمتين مختلفتين بكلمة عربي وحدة الحصون والحصون نرجع بقى للعبر إحنا قلنا في الآية 38 إله الحصون اللي هو الوحش الأول اللي هو إله إيه؟ الإله الملجأ إله الملاجئ إله التقويات ده بحسب رأي الملك النبي الكذاب طبعا هو بالنسبة لنا مش كده غالص ده بالنسبة لنا قوة شيطانية يجب أن تنتهر لكن بالنسبة للنبي الكذاب بالنسبة له هو آه ده إله الملاجئ الذي يلجأ إليه ليل ونهار هو إله التقويات والتجديدات طيب اللي هو إله الإيه بالعبري؟ المعوزيم إله المعوز ده في آية 38 طيب في الآية 39 لا الموضوع مش كده خالص الحصون الحصينة مش المعوزيم الكلمة الحصون هنا مش معوزين مش المعوز مش الملاجئة فلازم من أول إن إحنا إيه ندرك هذا المعنى وبالتالي ما نقولش بقى إن الحصون في الأول بقت الحصون الحصينة فهي المدن القوية على الإطلاق الحصون في الآية 38 هو ضد المسيح الوحش الأول إله الحصون إله الملاجئ مش أكتر يعني بس الترجمة بالعربي وبالمعظم الترجمات الإنجليزي كمان يعني خلتنا نفهمها كده في الثانية بقى لا ده موضوع تاني مختلف تمام طيب تعالوا مع بعض نبص على الاتنين يفعلوا في الحصون الحصينة بإلهة بالرغم إن الفعل تعالي أنا أخد بقى لها كلمة كلمة بقى أنا قلت بس المقدمة دي يعني وهجي لها دلوقتي بالمعنى الكلمات يفعلوا يفعلوا نخلي بقى إنا يفعلوا هنا مش معناه يضرب يعني أنا بتخض من ترجمات للكتاب المقدس تيجي يفعل دي وترجمها بكلمة أتاك أتاك لا 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 ده ويأسا انتوا فاكرين ويأسا دي ويأسا هي نفسها اللي درسناها في بداية الفقرة في الآية 36 يفعلوا الملك كإرادتي وقلنا يفعل يعني يعني يعمل ويأسا نفس بنفس الصياغة ويأسا أسا بالعبر يعني يعني يعمل يعني الملك هيعمل اللي على مزاجه ده اللي احنا درسناه في دانيال 11 36 فيعمل وهنا وبيكمل يعمل 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 اللي عايزه يعمل اللي عبس ويصنع فساد وكل حاجة لكن مش معناها مش لازم يكون معناها تؤتاك أو يضرب انت هنا بقى المفسر بيفرض رأيه بس النص مقالش كده يعني فيه ترجمات زي ال-N-I-V مثلا ترجمتها لأتاك أتاك يهاجم يهاجم لا مش يهاجم خالص ويفعله هنا مش معناها يهاجم خالص يعمل عادي يعمل أي حاجة يعني يعمل شر ويعمل فساد ويعبس ويلعب ويتنطط ويعمل اللي عايز يعمله ينشر الفساد زي ما هو عايز مش معناها يهاجم دول لأن ترجمونا الكلمة دي هنا في الآية 39 يا فعل إنها تؤتاك أو أو زي ما كتبت نيو كينج جيمس فيرجن واعتقد كمان أمبلفايد بايبل أو دي ناس كتير جئ ده في ناس كتبت تيك أن أكشن أجينيست الأمريكا ستاندرد بايبل كتبتها كده طبعا أو مثلا يستولي على كنتمبري إنجليش فيرجن للأسف يعني كتبتها كابتشر بيحتل بيستولى على إيه المهم؟ أنا سأعيز أقول لحضراتكم عشان عارف إن فيه عدد كبير من حضراتكم يعني بيقرأ كتاب مقدس بالإنجليزي فهيلاقي الآية 39 دي يقول له هو واضحة جدا الكلمة دي معناها يضرب معناها يحتل لا 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 خالص ده مترجمين للأسف فرضوا علينا رأيهم التفسير وعايز يقول إن الحصون الحصينة دي ممالك قوية جدا عايز يقول كده وده غلط طبعا والتالي علشان يقايد وجهة نظره قال بدل ما يقول ويفعل زي ما كتبها في آية 36 يفعله الملك اللي هو عايزه كإرادته أو كمرضاته جيه هنا بقى بتسعة وتلاتين وراح كتبها إنه توكابتشر إنه هو يحتل أو إنه هو تؤتاج لكن في الحقيقة هي نفس الكلمة ومعناها يعمل يعمل عادي جدا ما فيهاش أي مشكلة طيب يفعله في الحصون الحصينة بإله غريب آه طبعا نيجي هنا بقى للحصون الحصينة إيه هي الحصون الحصينة ما هيش معناها دول عظيمة قوية ولا حاجة خالص ده معناها الهيكة المشكلة في ترجمة التعبير ده بمقارنة بما ترجمناه في الآية 38 تعالوا نحط مع بعض الآيتين وأوضح لحضراتكم أنا كنت أشرت من شوية الحتة دي لكن لازم بقى نوضحها في الآية 38 يكرموا إله الحصون إله المعوز طيب في الآية 39 يفعلوا في الحصون الحصينة بإله غريب هل الحصون دي الحصون دي؟ لا طبعا في الآية 38 المعوز طيب في الآية 39 مش معوز على الإطلاق دي كلمتين مختلفة إيه هي الكلمة دي؟ ومعناها إيه؟ هستأزم حضراتكم في فاصل خصير ونكمل بعد الفاصل أراكم بعد الفاصل أهلا بكم أحبائي المشاهدين بعد الفاصل وكنا بندرس كلمة الحصون اللي جات في آية 38 ونفس الكلمة بالعربي في الآية 39 طيب في الآية 38 زي ما وضح على الشاشة كلمة إله الحصون يعني إله الملاجئ بالنسبة للنبي الكذاب طيب في الآية 39 لا الموضوع مختلف مش خالص المعوز مال إيه؟ مبتصار كلمة جديدة بقى مبتصار مبتصار ممكن تنفع القلعة المبنى الضخم المبتصار هو المبنى الضخم مش المعوز خالص يعني مش لازم مبنى ضخم تلجأ إليه ممكن تلجأ إليه لكن مش لازم طبعا المعوز لازم تلجأ إليه ولو ما ينفعش تلجأ إليه ما يبقاش المعوز يعني الوحش الأول بالنسبة للنبي الكذاب هيبقى الملجأ بتاعه طيب لو ملاجأش لو منافعوش ساعة الشدة ما يبقاش المعوز عشان كده هو إله الملاجأ طيب بالنسبة للهيكل بقى الهيكل مجرد مبنى ضخم اللي هو المبتصار والمبتصار ما هوش ملجأ مش لازم يبقى حصون لكن مبنى ضخم يفعلوا فيه المبنى الضخم علشان كده جات كلمة مبتصار مش معوز جات معوز صفة لها صفة للمبنى الضخم هذا المبنى الضخم الذي يمكن اللجوء إليه المبنى الضخم الذي يمكن اللجوء إليه طيب دي اللي هي إيه الحصون الحصينة بس الحصون الحصينة هنا بهدلت المعنى خالص طيب بالعبرة مبتصار معوز فبقيت الكلمة الأولى مبتصار هو في الأصل مبتصار الإله وهذا ويمكن أن يلجأ إليه فإذا ده الهيكل الهيكل ويكرم إله المعوز ده اللي هو في آية 38 هو نفسه المعوز لكن في آية 39 قلعة المعوز فكلمة إله المعوز زي قلعة المعوز مش المعوز الحصينة على الإطلاق لو أنت عايز تقارن بين الآيتين طيب طيب وهو الهيكل ينفع يتقال عليه من صفاته أنه يمكن الاعتماء إليه نعم الهيكل ينفع وإحنا عندنا آيات في الكتاب المقدس في كده من أشهرها طبعا آية مهمة جدا موجودة برضو في دانيال 11 وبرضو عن الهيكل يعني برضو فيها كلمة عن الهيكل وبتستخدم برضو كلمة مبتصار عن الهيكل آه في آية تانية يعني علشان نبع عارفين في آية تاني برضو في دانيال 11 31 بتتكلم عن الهيكل مكتوبة عن الهيكل في دانيال 11 31 بتكلم عن شخص معين تقوم منه أزرع وتنجس آه هذه الأزرع سوف تنجس المقدس الحصين المقدس الحصين المقدس الحصين توصف بكلمة الحصين اللي هي معوز زي بالضبط المبتصار الحصين اللي موصوب برضو بمعوز إذن المقدس الحصين هو نفسه الحصون الحصين إذن المقدس هو اللي الترجم بكلمة الحصون يعني لو حطيت الآية 31 والآية 39 يعني عايز تفهم الحصون الحصين انسى 38 شوية وتعالى خد الآية 31 والآية 39 هتلاقي الأمور اتزبطت مع بعض ما سمية في الآية 31 بالمقدس والمقدس والهيكل الحصين سمية في الآية 39 ما نترجمه نحن للأسف اللي هي الحصون الحصين إذن المقصود بها الهيكل أو مدينة أوروشاليم ومدينة أوروشاليم فعدد خمستاشر من نفس الإصحاح سميت برضو المدينة الحصينة يأتي ملك الشمال ويقيم مدرسة ويأخذ المدينة الحصين إذن لما نقول على النبي الكذاب يفعل يعبث يعبث يعمل له وعايزه بيه يعمل وعايزه إما بمدينة أوروشاليم كلها أو بالهيكل والاتنين ما ينفصلوش عن بعض يعني مش هيروح يحتل مدن تاني أو دول تاني قوية زي ما بعض الناس بتقول لكن لا معناها يعبث إحنا ما زلنا في إطار العلاقة بين النبي الكذاب والوحش الأول ضد المسيح فزي ما هيكرمه وقاعد في قدس الأقداس هيعبث وما أنا مش قدر تخيل يعبث يعني إيه يعني بالتأكيد إلهي غريب وأنا هاجل التعبير بإلهي غريب دلوقتي بس يفعلوا في الحصود الحصينة يعبثوا في الهيكل الحصين أو المدينة الحصينة تعالوا نروح برضو كلمة بإلهي غريب دي لأنها ممكن توضح طبعا مين هو الإلهي الغريب هو نفسه هو الوحش الأول الإله الملجأ بالنسبة للنبي الكذاب طيب بإلهي غريب M M هنا ده مهم جدا حرف كده عبري لكن مهم اللي احنا ترجمناه B بواسطة M إلهي ناكار M إلهي نيكار إلهي نيكار ما معنى التعبير دو M إلهي نيكار طبعا كلمة M هي الأساس في هذا المعنى الإلهي الغريب كلمة الحرف M ده مشكلة لأنه يترجم أكتر من حاجة المترجم العربي كتب بإلهي غريب يعني كأنه عايز يقول بواسطة الإلهي الغريب أنا مش عارف يعني المفسرين طبعا يقدر يعني يطلع يطلع لكنها في الحقيقة من حيث اللغة الكلمة دي مش لازم الحرف ده مش لازم بمعنىها بإلهي لكن ممكن يبقى لها معنىين أهم إيه المعنىين دول أول ما حاجة يعني مع مع يعني هيهم بالتنين مع بعض الحرف العبري يمكن أن يترجم هكذا يعني يعني إبراهيم مثلا هو بيتشفع في أهل سدوم مع ربنا هيقول له أفتهلك البار مع الآثيم خلي بالكم مع هي مع هل إبراهيم كان يقصد هل هتهلك البار بواسطة الآثيم لا ما قصدش كده ده بيقول له أفتهلك اللي اتنين مع بعض يعني فيه واحد بار واحد شرير موجودين في المدينة اللي اتنين ياخدوا نفس النصيب لأ طبعا يبقى إذن الكلمة مش معناها به ممكن مباشي معناها به ممكن معناها إيه معناها مع بعض إذن لما يقول هنا وعلى فكرة استخدمت كتير كده في كتاب المقدس يعني يعني مثلا إبراهيم وهو بيقول للغلامين وهو رايح مع اسحاق للجبل للجبل الهيكل علشان موضوع الزبح يعني يقول لهم اجلسوا انتم هنا مع الحمار ما يقصدش اجلسوا بالحمار يعني يعودوا بالحمار لأ يعني انتم والحمار يعودوا مع بعض هنا وأنا هطلع أنا واسحاق فوق الجبل عشان نتمم حاجة الوصية المعينة وده موجود في تكوين اتنين وعشرين فكلمي الحرف ام الأفضل تترجم مع بعض فيفعلوا في الحصون الحصينة بإلهي غريب لأ الحصينة مع إلهي غريب عندما يجتمعوا الوحش الأول ضد المسيح مع الوحش التاني النبيه الكذاب الاتنين مع بعض هيعبثوا في الهيكل هو ده المعنى يفعلوا في الحصون الحصينة يفعلوا في الحصون الحصينة مع إلهي غريب يعني مع الوحش الأول الكلمة بقى الحرف برضو ام ممكن يترجم برضو عشان تبقوا عارفين إلى عنده شغال عند حد يعني لدى لدى بالعربي وترجمناها لدى كده عارفين في آية وهي آية مهمة في تسلية 28 تكون كاملا لدى الرب إليك مش مع الرب إليك لا رب إليك كامل لكن انت تكون كاملا في سلوكك تحت قيادة الرب إليك يراكم في الآية تسلية 18 13 تكونوا كاملا لدى الرب تحت قيادة الرب عندما يقودك الرب يجب أن تكون كاملا في مسيرتك نفس الكلام هيحصل مع النبي الكذاب سوف يعبس لن يكون طبعا كاملا ده هيبقى قمة النقصان ولكن لدى لدى خدام خدام زليل عند عند الوحش ده المقصود اللي احنا ترجمناه بالعربي بإله غريب بعد كده فيه آيات مهمة يقول إيه من يعرفه يزيده مجدا آه مين يعرف مين اللي هيعرف النبي الكذاب النبي الكذاب هيزيده مجدا طب يعني إيه أول تعالوا ناخد الفعل يعرفه الفعل يعرف هنا مش معناه يعرف خالص على الإطلاق الفعل ده ملوش دعوة بالمعرفة بالواحد يدري ناكار ناكار معناه مش يعرف معناه يتعرف فيه فرق بين الاتنين بس العربي كتب هيعرف هو يتعرف يعني إيه يعني هقول لكم يعني ناخد مثل برده لأي ده مهم جدا مين الناس أو اللي ضد المسيح والنبي الكذاب هيعظموهم جدا إيه اللي هيتعرف على النبي الكذاب على أنه المسيح على أنه المسيح يا سلام هو المسيح لاه طبعا هو مش المسيح بس اللي هيقول أنا اكتشفت أنه هو ده المسيح وتطلع كتب بقى المسيح الذي ظهر في أوروشاليم و ويقدم بقى أدلة على أن هذا الرجل الشرير الجالس على كرسي داود في أوروشاليم هو المسيح المنتظر اتعرف علي هديكم أمثلة لكلمة التعرف دي أبونا إسحاق لما كبر وعني تقلت ومش شايف ولغبط بين ولاده لما جاله يعقوب وهو لابس بتنكر يعني يقول له الكتاب لم يعرفه أهو الفعل نكر لم يعرفه ليه؟ لا مش معناه أنه ما عرفش أنه عنده ابن اسمه يعقوب أو عيسو لا هو عارف عيسو ويعقوب لكن هو مسك إيد كده وقعد يجسها يجسها خلي بالكم من الفعل يجس دا اللي موجود هنا كانت يدي يعقوب في اللحظة دي كان لابس شعر مشعرتين زي إيدين عيسو فما قدرش يتحقق من شخصيته الكلام ده موجود فيه تكوين 27 استخدم الروح القدس الفعل نقار عشان يوضح لي اللي هو مش يعرفه لم يميزه لم يميزه بعد ما جس إيده هديكم مثال تاني برضو للفعل نقار أنه مهم الفعل نقار مش معناه المعرفة لكن معناه التحقق وفي الحقيقة احنا احنا ترجمناه بالعرب كتير جدا كلمة حققها أبونا برضو أبونا يعقوب بقى لما كبر كان لازم برضو هو ما يعرفش يميز برضو كبر بقى وجابوله قميس ابن يوسف يقول لنا الكتاب في تكوين 37 شوفوا الحسن اللي خلى أبوه ما يميزوش هو اكتاز نفس الكاس بعد كده جابوله قميس أولاده قالوله وجدنا هذا القميس حقق نقار قميس ابنك يوسف هذا أم لا حقق مش اعرف حقق يعني ابسك القميس كده وفحصه شوف كده في علامة انت حيطة فيه هو ده قميس يوسف اللي انت جبته له ولا ده حاجة شبه حقق احنا ترجمناه بالعربي حقق قميس ابنك ايه دي المعرفة مش معرفة الكلمة لا تعني وبعد كده يفتح حقق يعقوب وقال هو ده قميس ابني وحش رديق اتكرار التاني كلمة نقار اذا نقار معناها التحقق التحقق سامار لما بعثت الخاتم والعصايا اللي حميها قالت له حقق حقق في الموضوع لمن هذا الخاتم ولمن هذه العصابة ولمن هذه العصا في تكوين 38 حقق اه نقار اذا نقار لا تعني المعرفة ولكن معناها التحقق هيطلع بقى ناس في الايام الاخيرة ويقلفوا كتب على هذا البطل العظيم المسيح الذي ظهر في اسرائيل اللي هو طبعا احنا عارفينه النبي الكذاب لكن هم هيقدموا بالادلة ان هذا هو المسيح المنتظر مخلص العالم وهيدولك تحقيقات بقى وادلة واثباتات وبراهين ومن يقوم بهذه العملية سوف يزيده النبي الكذاب مجدا من يعرفه يزيده مجدا يعني اللي هيقعد يقنع العالم ان ده هو المسيح الحقيقي سوف يزداده مجدا عن طريق هذا الشرير ملك اسرائيل وبعد كده يقول ليه بقى ويسلطهم على كثيرين ودي نقطة مهمة جدا يعني هيديلهم كمان مكانة في المملكة طبعا بقوة الوحش الاول انا عشان الوقت تضيق والحلقة انا بتخلص اروح لاخر فقرة اخر جملة في هذه الاية لانها خطر جدا ويقسم الارض اجرة يا سلام ويقسم الارض اجرة الارض هنا هي ارض اسرائيل الارض المحرم تقسيمها والمحرم تقسيمها المين للاصباط لا طبعا لازم تقسم عن اصباط لكن تقسيمها المين لمن هو ليس يهودي اذا عندما تعتبر تقسيم الارض جريمة فمعناها تم تقسيم الارض الى اشخاص او دول او شعوب او ممالك او قوة غير يهودية وخلي بالنا هنا لان فيه كلام مهم جدا منذ القديم جدا وهناك محاولات مستميتة يقودها الشيطان لكي تقسم ارض اوريشاليم تامن وخلي بالكم كلمة اجرة هنا مش اجرة هي كلمة تمن وفيه فرق كبير جدا بين الاجرة وبين التمن الكلمة العبرية اللي هنا الموجودة هنا مخير ومخير معناها تمن حاجة تشتري حاجة بالتمن تشتري حاجة من حد وتديله التمن الشريعة بتقول كده لا تدخل اجرة زانية الزانية بتاخد ايه اجرة ولا ثمن كلب لا يدخل بيت الرب طب الكلب بياخد اجرة لا الكلب ده بيتباع طبعا بيتباع بكلام فاضي اذا نخير جات هنا بالعبري ايه في تسنية 23 نخير اذا فيه فرق بين الاجرة انا جيب لكم ايه اهو تسنية 23 بتوضح ان فيه فرق كبير جدا بين الاجرة وبين التمن زي اجرة الزانية ده مقابل خدمة وبتروح تاخد مقابل خدمة تاني لحد تاني وهكذا لكن التمن ده انت بتشتريه بيك وخلاص على كده وان شوت ويبقى بتاعك يبقى بتاعتك ايه الفرق بين الاثنين فرق كبير جدا بس العربي كتب هنا اجرة ده مش دقيق ميخير مش معناها اجرة ميخير معناها تمن والروح القدس عندما يستخدم الكلمة العبرية ميخير يشير الى حاجة مهمة جدا انا ضد المسيح والنبي الكذاب سوف يفرته في ارض اسرائيل الخطيئة التي لم تحدث عبر التاريخ هيجي وقت وتحدث كلمة ميخير هي التمن موضوع ارض اسرائيل موضوع حساس جدا احنا كنا جبنا سرته في حلقات سابقة في ضيقة يعقوب وبنقول تاني دلوقتي ان موضوع ملكية ارض اسرائيل موضوع نبوي حساس جدا وحتى النهاردة عبر التاريخ لم يجروا اي قائد او ملك او رئيس او زعيم يهودي مهما كان خاطئ ان يفرطوا في ملكية الارض او ان يقسم يقسم الارض الروح القدس بيؤكد ان الارض دي ارض الرب وبيسميها ارضي بالذات في نهاية الايام يعني حضاك شفتوا نبوة معارك هارمكدون في حسقيال 38 وموضوع جوج ما جوج وملك الشمال يقول كده تصعد هذه القوات بتاعت ملك الشباب تغشى الارض وفي الايام الاخيرة يأتي به الرب لكي يتقدس فيك يا جوج امام اعينهم يا جوج فين اأتي بك على ارضي يقول كده واأتي بك على ارضي لكي تعرفني الامام ارض اسرائيل بتسميها النبوة بالذات في الايام الاخيرة ليه لان معروف ان في الايام الاخيرة يبقى فيه محاولات جادة لتقسيم الارض يقوله كده هأتي لك الى ارضي في نبوة مهمة جدا في سفريوئيل بتكلم عن معركة يهوشفات وده برضو واحدة من معارك حرب هارمكدون بتكلم عن تقسيم الارض اجمع كل الامم وانزلهم في وادي يهوشفات واحاكمهم ليه يا رب هتحاكمهم وكل الامم ليه طبعا بقيادة ضد المسيح ليه يقول احاكمهم لانهم قسموا ارضي يا يوئيل ثلاثة اتنين يعني اخيرا هيحصل في الايام اه بس في اخر لحظة وده اللي هيعمله المابي الكذاب ان يوئيل ثلاثة اتنين اللي بتكلم عن خطية تقسيم ارض اسرائيل في النهاية هو نفس الفعل اللي هيقوم به المسكور والمقصود به في دانيال 11 انه سوف يقسم الارضة تمنا تمنا للاعتراف به يعني كل اللي هيعمله هذا الرجل الشرير انها يفرط في اجزاء من ارض اسرائيل مقابل الاعتراف به المسيح والملك المنتظر يا على الشر اي تمن هو مقابل اتفاقيات ومعاهدات لكي يضمن النبي الكذاب استقرار وضعه ومكانته كل ده في منتهى الخطورة عندما سيتم التنازل عن ملكية الارض سمنا سياسيا يقسم الارض ده اجرى وده اللي هيعمله ضد المسيح في الايام الاخيرة بالتعاون مع النبي الكذاب او اللي هيعمله النبي الكذاب تحت رعاية ضد المسيح وسوف يتم عقد الاتفاقيات والمعاهدات ويظنوا انهم بهذا بيؤسسوا سلاما في الارض وعندما يقولوا سلام سلام يأتي ايه زي ما بيقول في وقيل يأتي الرب لكي يحاكمه هناك تكون النهاية واشكركم جدا وقتنا خلص ولكن عندنا حاجات تانية عم ضد المسيح ندرسها مع بعض بعضها حساس ومهم ولكن انت أن الرب ولم يأتي أراكم على خير في الحلقة القادمة من برنامج أقوال النبوة شكرا لكم